حوار التاسعة مع زيد عبد الوهاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مشاهدين الكرام في حوار التاسعة واحدة من القضايا العالقة والخلافات السياسية والقانونية المعقدة انهتها فتوى المحكمة الاتحادية وردت الدعوة المقامة بخصوصها مجالس المحافظات عادت الى الحياة عادت مع وقف التنفيذ فالتنفيذ مقترن باجراء انتخابات جديدة لتلك المجالس عن بيان المحكمة الاتحادية سنتحد حقيقة دستورية لا يمكن تجاوزها وبالتالي لا يجوز للسلطة التشريعية ان تشرع قانونا يتضمن الغاء تلك المجالس لتعارض ذلك مع احكام الدستور ومبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة هكذا تقول الاتحادية وتوضح ان استمرار عمل المجالس المنتقبة بعد انتهاء دورتها الانتخابية يمثل خرقا لحق الشعب في التصويت والانتخاب والترشيح وتجاوز لارادة الناخب اذا فهي مجالس دستورية لا يمكن الغاءها الا بتعديل دستوري ولكن المجالس الاخيرة انتهت صلاحياتها وانتهت اعمالها واصبح لزاما اجراء انتخابات محلية جديدة وهذا يعيد التساؤل من جديد حول صلاحيات وواجبات تلك المجالس واهميتها اضافة الى امكانية اجراء الانتخابات المحلية في الظرف الراهن ونحن بدورنا نطرح اسئلة هل يعد بيان المحكمة الاتحادية او يعد بيان المحكمة الاتحادية اعادة لمجالس المحافظات واعادة لصلاحيتها من المسؤول عن تصريف اعمال المحافظات وفقا لتفسير المحكمة الاتحادية وهل اصبح لزاما اجراء انتخابات لمجالس المحافظات وما امكانية اجرائها هذه الاسئلة وغيرها نناقشها مع ضيوفنا في حلقة الليلة من حوار التاس انهت المحكمة الاتحادية الجدل حول مجالس المحافظات والغائها مبينة ان المجالس حقيقة دستورية لا يمكن تجاوزها ولا يجوز للسلطة التشريعية ان تشرع قانونا يتضمن الغاء تلك المجالس لتعارض ذلك مع احكام الدستور ومبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والضحت المحكمة ان ما ورد في التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية لا يعني الغاء وجود مجالس المحافظات كهيئة محلية دستورية وانما وقف استمرار عمل تلك المجالس لتجاوزها المدة المحددة لها حيث استمرت تلك المجالس لاكثر من عامين بعد انتهاء دورتها الدستورية ووفقا لبيان المحكمة الاتحادية فان اجراء الانتخابات المحلية بات امر واجبا لا سيما ان تلك المجالس حدد لها القانون مهام وواجبات مهمة تبدأ باختيار المحافظ ونائبيه وتمر بادوار رقابية على سير العمل في المحافظة بل وحتى صلاحية التصويت على تشكيل الاقاليم ناهك عن بعض الاوامر والتوجيهات الادارية وفي الوقت الذي يرى فيه قانونيون ان مهام المجلس تقتصر على اختيار المحافظ فان القانون النافذ والرأي السائد يخالف هذه الرؤية فيما تمثل فتوى المحكمة الاتحادية بخصوص اعادة المجالس بوصفها حقا ممنوحا للشعب وعدم الاعتراض على الصلاحيات الممنوحة لهذه المجالس تأييدا لما ورد في القانون من تحديد لهذه الصلاحيات حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام ضيف هذه الحلقة من بغداد الاستاذ طارق حرب خبير قانوني ودستوري ينضم معنا من بغداد الاستاذ نزار السلطان عضو مجلس محافظة بغداد السابق ولاحقا ينضم معنا الاستاذ طه عبدالغني عضو مجلس محافظة الانبار السابق ايضا استاذ نزار السلطان الى اي درجة قرار المحكمة الاتحادية يعد نصرا للجهة التي طالبت بتفعيل مجالس المحافظات مرة اخرى شكرا جزيلا اليك ولضيوفك الكرام ولجمهوركم الكريم دقيقة موضوع الانتصار والانكسار بهذه القرارات انا ما اعتقد هي قضية انتصارات بقدر ما هي قضية دستورية يعني للأسف الشديد المجالس المحافظات في الدورة الحالية اللي بدأت عام ٢٠١١ دفعت ثمن اخفاقات البرلمان العراقي في تحديد موعد انتخابات في نهاية الدورة العام ٢٠١١١ سن قانون انتخابي ملائم لهذه المؤسسة وبالنتيجة نتيجة ما حصل من انتفاضة او ملاهرات احرجت الحكومة والقوى السياسية اصبحت هذه المجالس الاسفية ضحية الاخفاقات اللي مسؤول عنها بالدرجة الاساس القوى السياسية المتمكنة اذا المحكمة الاتحادية انصفت مجالس المحافظات لانه تعرف استاذ نزار اكو اصوات من مجالس المحافظات رفعت قضية ليعادة تفعيل مجالس المحافظات هل المحكمة الاتحادية انصفت هذا الفريق؟ يعني المحكمة الاتحادية ما تقدر تلغي يعني ثابت من ثابت التسطور العراقي اللي هو الحكومات المحلية اللي هي المبني عليها النظام اللي مركزي الإدارية في النظام السياسي العراقي بشكل عام وبدون مجالس المحلية وبلدية ومحافظات تنتفي الحاجة للنظام الامركزي وكأننا نقود البلد بطريقة هجينة لا مثيل لها بالعالم وتعتبر المجالس المحلية هي يعني الشرايين الأساسية لوصال الخدمات وما يحتاج المواطن وهي اللي تعمل بالمحكمة عن المواطن والدليل ما قام به يعني النخبة من الخبراء عام 2017 إلى 2015 بنقل وظائف ثمان وزارات أساسية من الحكومة الاتحادية إلى المحافظات نقل وظائف وليس صلاحيات ونقل الوظائف عمل فني بحث ساهمنا به ومئات الوظائف انتقلت من وزارة التربية والصحة والزراعة والاسكان والبلديات والعمل الشؤون الاجتماعية واعتبرت هذه الوظائف يعني تحصل حاصل محلية بامتياز ما عطل العمل حقيقة باستثمار هذه الوظائف هو البرلمان العراقي لأنه ما قدر يفعل المادة 44 اللي تتعلق بقانون إدارة المال العام بالدولة العراقية اللي ما زال يعمل بمنهجية مركزية وهذا اللي قوت الفرصة على مجالس المحافظات من استثمار مئات الوظائف اللي تم نقلها إلى المحافظات القضية الأخرى قبل القضية أعتذر أستاذ نزار للمقاطعة لكن جلابك تكلمت عن قضية أن المحكمة الاتحادية أستاذ طارق حرب بعد الترحاب بك مرة أخرى المحكمة الاتحادية أنصفت المطالبين بإعادة مجالس المحافظات من خلال إعادة تفعيل ثابت دستوري عطله مجلس النواب أستاذ طارق حرب فيعني لماذا الاعتراض على قرار محكمة اتحادية يفعل ثابتا دستوريا ينبغي أن يكون فاعل رغم كل الظروف التي مر بها العراق أستاذ زياد تقرأ بالمقلوبة أنت هي ردة الدعاوة مالتهم أبطل أبطلت الدعاوي شلون الصفد شوفت شوال حاجة دا أقاموا دعاوي لمطلال قرار مجلس النواب وأنهم يجب أن يعودون دعاوي عشرة أكثر من هذه الدعوة المحكمة الاتحادية أبطلت هما كان على البيان السابق مع المحكمة الاتحادية جلابك كان مفروض تقولوا دعاوي خلي المسألة كما يقال استطارق لكن المحكمة أو البارحة أبطل نعم أنا آسف جدا لكن أنا ما أقراها بالمقلوب أنا أقراها مثل ما هي لما يقول المحكمة الاتحادية لا يجوج للسلطة التشريعية أن تشرع قانون يتضمن إلغاء تلك المجالس لتعارض ذلك مع حكام الدستور ومبادئ الديمقراطية منه قال ألغى المجالس وتداول تسمين السلطة تسريح أعضاء مجلس المحافظة استهدي استهدي أنا طالع وياك مئة مرة قلت تسريح الأعضاء قلت فرقوا بين الشخص وبين الهيئة الهيئة شكل والشخص شكل آخر هما سمتوا أنتم بالإعلام ألغاء مجالس المحافظة ألغتها لما سرحتهم ولم تدعوا الانتخابات وبالتالي تعدموا الغات شون حكي هذا يا استهد طارق أنت تستاذنا بالقانون بس لا الضوج بس على كيفاكويا شهد الدستور لازم يتحدى الدستور لازم يتحدى لهذا قلنا سرحوا الأعضاء وليس إلغاء هذا الكلام اللي صار ولم يعد تسريح الأعضاء بس تحملني شوية تسريح الأعضاء دون إعادة تفعيل المجالس ألا يعد تعطيلا لها ألا يعد تعطيل لثابت دستوري مهم في إدارة الشؤون المحلية للمحافظة كلا لا شنو شنو يعني كلا كلا مجلس المحافظة عنده صلاحيتين صلاحية وحدة ممكن حولها الدستور للشعب وصلاحية واحدة فقط تبقى له من تقرى الدستور من أول الأخيرة مجلس المحافظة عنده صلاحية انتخاب المحافظ وعنده صلاحية التوصية إصدار قرار بأقاليم هاي صلاحية الأقاليم قال ممكن الشعب يمارسه نفس الدستور شوف له لها عذرتك مو القانون فكل لذلك تجد أن في القرار المحكمة للتحادية صريح يقول مجالس المحافظات وضعتوها سلطة تشريعية من يجبت السلطة التشريعية وضعتوها شوف له لها السلطة التشريعية بالدستور فقط للحكومة الانتحادية والإقليم صلاحية وحدة النظرة اللي كانت سائدة ألم تابع الأمور إلى مجالس المحافظات هي التالية أن مجلس المحافظة مؤقت ينتخب مجلس المحافظة لانتخاب المحافظ فقط يمتبع يموت المحافظ يستقيل تكمل الدورة الانتخابية ينتخبون مجلس المحافظة جديد ساطارك أنت حاجي هاي الحكاية ويايا ساطارك أنت حاجي هذا الحكاية ويايا يمكن تلثير إلى أربع مرات انطين المادة الدستورية التي تقول بأن مجالس المحافظات تنتخب وحدها عند انتخاب المحافظ وينتهي شغلها مجالس المحافظات محتاج تستمر انطين المادة الدستورية التي تنص على ذلك هاي المادة ميوثنين هاي المادة ميوثنين وعشرين اقرأها مادي ميوثنين وعشرين المادة ميوثنين وعشرين من يا هي صلاحية ثانية من دستور أنا ما أحكي غير دستور لا تقولني مجلس قانون قانون وضع في فترة معينة الفترة اللي يوضع بها قالوا اسمعني بس أقول لي حضرتك أمر أنا رجال متابع قانون المحافظات أولا صدر أول قانون صدر بسلة انتخابية السلة انتخابية الفين وثمانية المكون السني راد عفو والمكون الكردي راد قانون الموازنة سمع طعش بالمية والمكون الشيعي راد منه راد المحافظات لأن كان هاجز عودة النظام السابق قائم قال أنا أقبل بالمحافظات الموجودة لأنه أطهم صلاحيات أكثر من الاتحادية يعني تعتقد أن مجلس محافظة كان يدس على فريق رقل قائل عمليات ولكن صلاحية أمنية أخرى جنبك أستاذ طارق أنت تقول وفق المادة 122 تتكون المحافظات من عدد من الأقضية والنواحي والقرى هاي واحد 2- تمنح المحافظات التي لم تنتظم في أقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها 3- يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة الرئيس التنفيذ الأعلى وله صلاحيات بل دقيقة بل دقيقة ينظر بقاء آه يا أستاذ طارق وأنا سألتك سؤال واضح أين المادة الدستورية التي تقول بأن عمل مجالس المحافظات عند التصويت على المحافظ ثم يحل ماكو داعي لبقاء ووجوده ما موجودة بالمادة 122 مولاي لما يقول له واجبك بس هذا شلو النوع وين قال واجبك بس هذا وانتخاب المحافظ وين 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 قال يا أسد وين قال انتخاب المحافظ وين قال واجبك بس هذا حالة متقلات أنت يكون المحافظ يكون المحافظ الرئيس التنفيذ الذي ينتخبه مجلس المحافظة يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة بس ما قال يحل ويبطل مجلس المحافظة ويطلع تقاعد يا سيد الكريم خو ما يقول احنا نقول الشمس تطلع وراء الليل لما يكون واجبك واحد انت شون تتخول صلاحيات اخرى كالصلاحيات الامنية اللي بالمئة ده مئة وعشرة يقول صلاحيات الامنية لبغداد يديس على قائد عمليات مجلس محافظة شون يشير كل عقد كل شي لازم يمر منه هاي ما يشير السلطات لا مركزية صح حتى بالصلاحيات المركزية حتى بزمن المركزية المحافظة اعلى سلطة في المأمنية بالمحافظة حتى بالقانون المركزي هاي وين ده تحتي استاذ طارق انت غرقان بالمركزية كل شمع لازم زين استاذ طه عبدالغني مرحبا بيك مرة اخرى تعقيبك على كلام استاذ طارق حرب مرحبا بيكم كل مشاهديكم الكرام وضيوفكم ما رفضا تسمعني واضح حتى احتي واضح جدا شوف راح احتي لك شغلة دكتور زين بزمن نبي الله سليمان واحد ملتحي بصف بير مال مي فنزل واحد من الطيور كان يخاف عطشان مر بيفرب مي لانه اوكي شخص يم المي فشاف هذا رجل ملتحي قال هذا ابو ديني خاف الله فماكو دعي اخاف من عنده فنزل بيفرب مي هذا ابو اللحية شال حصوة حجرة رومه على هذا الطير فقس عينه فراح اشتكايا من نبي الله سليمان عليه السلام فنبي سليمان قال سن بالسن والعين بالعين فأفقسوا عين هذا ابو اللحية حتى يعني اقتصاص لما فعله بالطير الطير قال لا لا يا نبي الله يعني انا هو ما خدعني الا بلحيته هو هو معينة كانت المشكلة المشكلة لحيته اوحك لي انه هو ابو دين ما ينخاف من عنده فهذا انا امنت فاني ادعو ان يكون القصاص بقطع لحيته الان يدي يسوي اخونا سيد طارق حرب من افتراء وتجني على مجالة المحافظات حقيقة وهو ديمثل المفروض المفروض ديمثل انه جانب قانوني والناس تثق لما نشوف شخص كبير بالعمور والى باع طويل بالقانون تثق بالانجولة احشي الافتراء احشي الافتراء وانا احشي سلطان دستورية لا وش سوي بزراء لا لا دقيقة دقيقة ارجوكم ننتقي ننتقي استطاها نعم ننتقي العبارات ننتقي العبارات ارجوكم في كلامنا عباعد للباحث تأويل الاستطار تأويل استطار للأفكار والعبارات بهذه الطريقة جاوب على التأويل اوفك من عنده دكتور زيد حليبي اليوم انا سلطاها بس لا تلعب التليفون يرجع سلطاها بسرعة شباب شوار بيم كنت سلطارك حرب يسد نزار اليك الان التعقيم على كلام الاستطار المؤسف انه احنا يعني هذا الطرح انه المجلس المحافظة بس ينتقل بالمحافظة ويدي الوجه ويطلع يعني الوقاعة تشير غير دارك احنا من نقلنا نقاط الوظائف من الوزارات الأساسية وشرعنا قوانين محلية وعيننا مدرع عامين واقلنا مدرع عامين وعيننا قادة شرطة واقلنا قادة شرطة وهذا الشغل اللي نشتغل وما كله يعني كأنه احنا معناته احنا كله نشتغل بالغلط انا دورتي مركبة على اساس برلماني ماكو دولة بالعالم بالنظم البرلمانية كل الصلاحيات المحلية ترحل من الحكومات الاتحادية من الوزارات الى المحافظات احنا الوظائف اللي 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 نقلناها من ثمان وزارات ازيدك علم استاذ طالق خلي اسمع هذا الكلام لانه يبدو ما مطلع على حجم العمل اللي انبدأ خلال سنتين كل الوظائف دخلناها بفلتر تسمعني استاذ واضح جدا واضح جدا استاذ نزار فريق عمل فني كمس محافظات بما فيهم بغداد وقباله فريق فني على اعلى مستوى من كل وزارة معنية ببقى الارتباط كل وظيفة مسكنا وظائف الوزارة كلها دخلناها فيلتر ويعني طبعا منظمات دولية مبعا حتى نشتغل منظمات دولية ساندة دخلنا الوظائف بفلتر من 16 ايتم تمر بكل وظيفة تطلع بالنتيجة النهائية اما اتحادية اما محلية اما مشتركة بالوظائف المشتركة عفناها ديناها هاي مردة ما دان بيشكوه عفوها لحكومة الاتحادية نطونا بس المحلية بامتياز الفريق الفني للوزارة كان قاعد يقبالي فريق الفني للوزارة الصحة قاعد يقبالي يصادق وياه على الوظائف كلها اللي سميت محلية بامتياز بموجب المعيار اللي دخلت به وانتقلت هذه الجرودات الى صادق مع عليها اللجنة وراحت الى الوزير وصادق عليها الوزير استاذ نزار جنابك جنابك قاعد تتكلم جنابك قاعد تتكلم عن جوانب عملية تتعلق بعمل مجالس المحافظات استاذ طارق حرب استاذ طارق حرب ده يتكلم عن فلسفة قانونية لغاية وجود مجالس المحافظات مفقد دستور دستور شنو الدستور نطاقه قول ايقل لي صلاحية قاح انت ذا تقول لي تحصلني بوظيفتين ماكو داعي اخو انت عايش بخليني رجع وسوي نظام مركزي وغير الدستور ونخلي رئيس الزراعي عين المحافظين وتنتهي القصة يعني الحكومات المحلية احنا عدنا خلال ريد نستكملها احنا نعتقد انه المجالس المحلية اكتر اهمية من مجالس المحافظات اتسا مجلس محافظة في اغلب الاحيان واجبات تهمينه مو خدمات واجبات رسم سياسي المحافظة في الجوانب الاقتصادية والمالية وتشريع القوانين المحلية مو ينزل للشارع على القضايا لا اصلا انا اعتقد استاذ نزار اذا كانت الغاية اذا كانت الغاية هو انتخاب فقط انتخاب محافظ ماكو داعي نسوي انتخابات مجالس محافظة نسوي انتخابات محافظين ينتخب مباشرة ينتخب مباشرة استطاها عبدالغني كمل استطاها نعم دكتور بس ارجع الى فكرتك الله خليك باقتصار نعم دكتور عيني اولا صالحة دستورية المجالس المحافظات اولا هي يعني احنا متفقين انه المادة 116 من دستور اللي تقول انه البلد عراق اتحادي تكون عاصمة وآقالي محافظات لا مركزية وبعدها نظمت بقانون المجالس المحافظات اضطر صلاحيات دستورية حصرية لمجالس المحافظات اولا هي انتخاب المحافظ ودائبيتي وبالتالي موضوع لي قالوا وهذا التفاصيل والرؤية الوحدات الإدارية واثنين المصادقة على الموازنة ولها حق التشريعات المحلية وفق المساحة الإدارية الجغرافية للمحافظة وبالتالي كثير من المحافظات شرعت قوانين محلية على ان لا تتعارب مع القوانين الاتحادية هذه من بعد من باب اخر سيد الفاضل ايضا مادة دستورية وقانون يقول انه المحافظ يستمد هو طبعا رئيس على سلطة تنفيذ المحافظة يستمد صلاحياته من مجلس المحافظة فبالتالي غياب مجلس المحافظة ينهي عمل ووجود المحافظة بالتالي قرار المحكمة الاتحادية العليا الموقرة بثنين خمسة واكدت بقرار ثنين ستة انه المحافظة يتحول الى تصريف اعمال وبالتالي هي بقرار ثنين خمسة قالت يتحول الى تصريف اعمال وبالامس يوم اثنين ستة اكدت على هذا الموضوع وحددت شنو يعني تصريف الاعمال اذا هي ركزت على ان وجود المحافظة بغياب مجلس المحافظات فقط تصريف اعمال استطرق اين النص الذي يقول مثل ما اني سأل الطرق حرب وين النص اللي يقول عمل مجالس المحافظات فقط الانتخاب انا اسألك وين النص اللي يقول بانه عمل مجالس المحافظات عمل رقابي يراقب المحافظ ويسائله ويقيله ويقيل الشرطة ويراقب عملهم من الناحية النص اللي يقول النص اللي يحكي علي طارق حرب يقول انه هذا نص فقط معني بانتخاب المحافظ هذا فقط موجود بمخيلته وما ادري اذا كان يعني الشعب والدنيا يطلعون عليه شيء مخيلة ما اعرف يعني مجالس دستورية حقيقية اكدت عليها ونصت عليها قرارات ونص عليها الدستور راح اسألك سؤال بطريقة اخرى هل في قانون مجالس المحافظات الذي صوت في العام 2008 ما يدل على ان من مهام مجالس المحافظات هو الرقابة والتصويت على الموازنة وفصل في مهامكم اصلا صليحية دستورية موفقة قانونية صليحية دستورية مو قانونية اي 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 زياد عليها اساس لحظة لحظة عليها اساس اعتمدة المحكمة الاتحادية العليا بانهاء عمل مجالس المحافظات بارمع سنوات تقويمية اعتمدت على الدستور لو على القانون لانه قلني هل تموحش يتوهم على انتوب ادعاواكم شتون 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 بالله ما نعجع اي دعاونا عيدة عيدة ساة طارق عيدة احنا ساة طارق لظه احنا في محل نقاش موضوعي قانوني دستوري الله يخليك فبس كمل يعني عقب على كلام شيديني على نصف شيديني شيديني ماركة العميب لهم التفقين ويا وموكلينة على الدعوة مالك لهو يعرف ليس ما تبقنا وياه الدستور سحدث صراحية الدستور اي احتينا احتينا الدستور حدد كل شي اذا اقوم الدستور حكم يشير الى منحهم سلطة التشريع انا حاضر اذا اقوم الدستور كثير من المسائل اذا اقوم اقوم انا علمت بالدستور اشير الى تعليم المدراء على هذا اذا شايف اشير الى اشير الى دقيقة سطاها بس دقيقة يا سيد طارق والله ايبا انا علمت بالدستور اكثر من اثمانية وستين موضوع الدستور قال ينظم بقانون الدستور خلى خطوط عريضة وقال ينظم ذلك بقانون بدليل انه المحكمة الاتحادية العليا الموقرة استندت اقول استندت على انهاء عمل اعضاء مجالس المحافظات والاقلية والنوحة بالدورة الحالية بناء على نص قانوني بالمادة الرابعة والخامسة من التعديل افناعش لسنة الفين وثمانية قانون انتقال مجالس المحافظات بالتالي هذا اللي اعتقدت لا قالت 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 ابطلت المادة 14 اللي ابطلت هاي المواد ورزعت عليه نشبيك انته ابطلت المادة 14 اللي اره المادة 14 لغة المادة الرابعة والخامسة المادة 14 قالت يستمر عمل مجالس المحافظات والاقلية والنواحة الحالية لحين المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات الجديدة تعرف استاذ طارق المحكمة الاتحادية المحكمة الاتحادية استخدمت وصف في وصف مجالس المحافظات استاذ طارق قالت انها محلية هيئة محلية دستورية يمثل العودتها تمثل العودة الى ارادة الشعب انا اسأل استاذ طارق وهذا ارقى ما يقال انا حقيقة بس بهدوء الله يخليكم انا اردى استاذ طارق سؤال ناس منتخبين ويحظون شرعيتهم وصلاحياتهم ووجودهم كمشرعين محليين من الناس من اصوات الناس شلون الغي وجودهم او اعلق وجودهم او انهم يجون بعد هذا الانتخاب وهذه الصلاحيات يجون على انتخاب محافظ ثم ينتهي وجودهم شلون اردى استاذ هذا من ناحية الفلسفية القانونية فقط ليس اعتراضا كل ش شلون ياش انت من تقرى الدستور الاقليم انطاع سلطة تشريعية ليش من اجل المحافظات ما انطاع سلطة تشريعية شلون مهداحة لها منتخب الاقليم برلمان الاقليم نصح عليه صراحة الدستور وقال سلطة تشريعية وهناك سلطة قضائية في الاقليم هذا عدل الدستور وانطيهم ما شاء لك من الصلاحية انا بقال الله عدل الدستور ارجع لي على اعمام ارجع لي على اعمام مجلس القضاء الاعلى دقيقة سلطة ارجع لي على اعمام دكتور زين مواطنة تشريعية ارجع لي على اعمام قضاء رد الطلب معكم شون قضاء الدعاوة معكم ردها رفضها انتم هالي هو بترتهم العراعب كمي خددتوها للمحكمة لا مو صح ايه مو صحيح ايه مو صحيح ايه احنا ليش احتكمنا احنا ليش احتكمنا للمحكم الاتحالية العليا ردنا ردنا انه تفصلنا هذا الموضوع بالتالي احنا مقتنعين بقرار المحكم الاتحالية ايه الموقرة بس هذا لا يعني شون يعني واذا رفض دعا احنا اهم اهم حق اهم حق دستوري ومقصدنا اي عريضة من العراض اهم نقطة اهم نقطة اكدتها اكدتها المحكمة الاتحالية العليا الموقرة وهذه حقيقة سابقة طيبة هو هذا اللي ندور عليه انه المحكمة الاتحالية العليا اكدت على انه وجود مجالس المحافظات وجود دستوري لا يمكن لأي جهة اخرى ان تلغيو هذا المهم اما موضوع انه نستمر او ما نستمر عيوني انت انا قبل شوي بلا عليك بس اسمع لي من قلت من قلت اكو افتراء وتجني على مجالس المحافظات لما يطلع شخص الناس تستمع له ويقول انه مجالس المحافظات هدقهم موازنات عامة وهي التفاصل هو مجالس المحافظات ما عندهم اي مخصصات فقط راتبهم 87% من اعضاء مجالس المحافظات هم موظفين بالدولة العراقية اذا ما ياخذ راتبهم من مجالس المحافظات ياخذ من دائرة وبالتالي اخوان مجالس المحافظات يا اعزائي لا عندنا مخصصات ولا عندنا بنزين ولا عندنا وقود ولا عندنا نفرية عندنا فقط راتب بس عدتم حمايات استاذ طاها ابدأ لا لا مو صحيح مو صحيح دكتور مو صحيح الحمايات مالتنا ممتل اعضاء مجلس النواب مجلس النواب الموقار من يصير عضو مجلس النواب يتعين ل 16 فرد بصفة حمايات مجالس المحافظات يعينوا ينسبون مو يعينون ينسبون 4 الى 5 من افراد من افراد الشرطة المحلية او شرطة حماية الشخصيات ينسبون مع عضو مجلس المحافظة ومن ينتهي الدورة الان من مجلس النواب الموقار اصدر التعديل وانهوا عمل مجلس المحافظات المنسبين العندنا رجعوا للمدير عمالتهم يعني رواتبهم بينا او بليانا بوجود مجلس المحافظات وبعدما يستلموهم جيد استاذ نزار السلطان يعني يقال بان مطالب وغايات ايقاف عمل مجلس المحافظات او تعطيلها او تعليقها هي عملية يعني محاربة فساد شكل من اشكال محاربة الفساد والتراهل الوظيفي بالدولة هو السؤال يعني ستقريبا احنا صارنا جد معطى لمجالس المحافظات منذ تصويت مجلس النواب هل انتهى الفساد هل انتهى الفساد هل تقلصت يعني سرقات الدولة هل تقلصت تراهل المتسبب من هذا المجلس اولا تراهل ما اعتقد اكبر شي اسمه تراهل لانه ممكن ما قال استاذ طه اكبر من 80% من اعضاء مجالس المحافظات الموظفين الدولة العراقية وممكن راتبهم وقسم معلومة العلم زملائي والله كان راتبا اكثر من راتب عضو مجلس المحافظة يعني اجي من دائرة راتبة وقت المحافظة اجي المجلس المحافظة راتبة مليونين ونصف والله العظيم ونقسم بله ونجد ارقام محتاجة اقسم بله هاي وحدها القضية الاخرى الاساسية انه بشهادة يعني رئاسة البرلمان انه الفساد بغياب مجالس المحافظات زاد وهذه ارقام مسجلة عند وزارة التخطير الشي الاهم من هذا استاذ العزيم والمشاهدين احنا في 2013 هذه الدورة اتعرضت الى يعني ارباكات كثيرة اول ارباك هو القانون الانتخابي اللي حكم هاي الدورة اللي هو سانتيجو وان بوين فور اللي اربك المشهد السياسي في كل محافظات العراق ولاحظتش قد صارت تغيرات المحافظين نتيجة عدم اختيار قانون انتخابي منصف لهذه الدورة هاي رقم واحد رقم اثنين احنا 2014 صار انهيار المحافظات الغربية وانهيار الاسعار المفض وبالنتيجة احنا سنوات طويلة ما عدنا حتى موازنة 9000 مشروع خدمي توقفت بقرار 315 مع اشجاد رقمه 9000 مشروع خدمي مشاريع المحافظات وتآكلت بالنتيجة صرنا احنا بالواجهة من استمرت عملية التراجع الخدمي والاقتصادي بالعراق الشارع احتقن الى درجة الانفجار من انفجار القوى السياسية الحاكمة يعني شافوا كبش الفداء اللي يقدرون عليه هو هاي الحكومات المحلية قضية اساسية للمشاهد وللسيد الخبير القانوني طارق حرب اللي اليوم متحامل يبدو في جعبته شيء اعتقد عدة شيوية المحافظات خلي روح الوزارة التقليل وخلي يطلع اكو قوائم موجودة يشوف المشاريع المتلكئة بعموم العراق لكل المؤسسات حجم المشاريع وعدد المشاريع المتلكئة الاتحادية شقد مقارنة بالمشاريع المحافظات شقد عند ذاك رح اصر عنده قناعة من هو اللي يشتغل احسن الحكومات المحلية لو الوزارات الاتحادية شكرا جزيلا هل قضى هل يعني تعليق مجالس المحافظات قضى على الفساد لو منح المحافظ سلطات جعلته فاسدا وان لم يكن انا ما اريد اتهم المحافظين ولا هم زملائنا واخوتنا واحنا اللي عينناهم في هذه المحافظات لا درحتي اداء احنا مرحتي على شخص بس الاداء بالتأكيد اختلف بالتأكيد بشهادة نائب رئيس البرلمان الفساد زاد الشيء الاخطر من هذا انه اعضاء البرلمان للأسف تحولوا من مشرعين وراسمي سياسة اتحادية للدولة العراقية الى متابعي خدمات محلية يعني وهذه قضية هم اقولنا مقاولين احنا نشوفها ما لا 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 ما اقول مقاولين اقول مقاولين لما يوقف في بلد صبايس ولا مقاول اقول انا اقول انا اقول نسله للشارع بنفسهم لتقديم خدمات لجمهورهم باهداف انتخابية وعقوا المشاكل الاساسية العالقة اللي هي رسم السياسة حال مشاكل الاتحادية استكمال التشريعات القانونية المعطلة اللي اكتر من مؤسسة تحديد موعد انتخابات مجال اكون مشاكل استراتيجية معطلة البلد كله هاني عضو برلمان اروح شغلي اروح على محولة لو على مؤشرة تبليد حتى احصل لي عشر اخمس طعا الصوت زحمة هذه هذه ليس سياسة دولة ولا سياسة ترشي استاذ طارق حرب استاذ طارق حرب المحكمة الاتحادية جاي تدعو بشكل مباشر او غير مباشر الى ان تعود مجالس المحافظات وتعود انتخابات مجالس المحافظات حتى نعيد يعني مؤسسة مهمة من مؤسسات السلطات في العراق هذه الرسالة موجودة في قرار المحكمة الاتحادية رسالتي خمسين مرنامج اطلعت وياها الحدود اثنائش مرنامج وياك كان الاخوة الكرام يقولون قرار البرلمان بتسريح الاعضاء غير دستوري وانا الوحيد الذي قلت ان قرار البرلمان دستوري صح لو لا صح وعزمت الايام ان قولي هو الصحيح وقولي سواي بعيد عن الدستور نقطر السطر تمام لو لا سطر دكتور شكرا رحلة طالعة عنوياك والله عنوياك نقشيني في الشي شكرا مرنا قالوا اعضاء من جس المحافظات طالعوياك قالوا يا قرار بل المان دستوري بس دقيقة سطارة بيان المحكمة الاتحادية بيان المحكمة الاتحادية يقول مجالس المحافظات حقيقة دستورية لا يمكن تجاوزها لا يجوز للسلطة التشريعية ان تشرع قانون يتضمن الغاء تلك المجالس احنا نحكي على تسريح الأعظام احنا نحكي على التسريح تسريح أعظام الجس المحافظات انهاء خدمتهم قلنا كلهم قالوا تسريحنا انهاء خدمتنا قرار البرلمان اللي انهاء خدمتنا باطل دستوري يخالف الدستور وانا الوحيد القلدستوري ومضت أشهر والسنوات وثبت قولي بشيء دستوري آخر وهو قرار المحكمة قراره للمحكمة يوم من شهر الخامس ومن شهر السادس اما مسألة القضايا الاخرى الخاصة انا ما ما اتكلمت بسوء على اعضاء مجلس المحافظات كما يفضل شيخ نزار اكثر اكثر من هذا السيوء اشتحتي بعد اكثر من هذا السيوء اشتحتي بعد اذكرت شيء واحد اذكرت شيء اذكرت شيء واحد قلت يا بها محافظة مغدال انه مجلس محافظة سوان نجل الفديوم سواننا مدرسة فديوم سواننا مركز وتصريحك اليوم وتصريحك اليوم تقولي خمسة تريليون لمجالس المحافظات هذا مين جبتها هذا اردذب فلوس على المالية اردذب فلوسكم على المالية عيوني بس افهم شغلة انت ارجع وقول انت شخص كبير بالعمر كبير بالمكان وخبرتك الناس تستمع لك وبالتالي الناس تصدق اللي انت تقوله فان جاي ادعوك جاي ادعوك اقول لك انه اطلع مجالس المحافظات اولا عدتهم ثلاثمية وستة وتسعين عضو في كل العراق انا ما اعشي اسمعني 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 انا ما اعشي غير بسطور انا ما اعشي غير بسطور انا يعرفون لهم حقيقة اسمعني اياها سيد اول دوائرهم عدنا انا في مجلس الانبار عندي ثلاثة اساتفة جامعيين رواتبهم بالجامعة يصل الى ارمعة ونصف مليون دينار عراقي بينما راتبهم بمجلس المحافظة مليونين وخمسمية اولا عدنا مخصصات اولا عدنا وقود والوحي من مجالس المحافظات الجيدة اللي ذكرت عن مجلس محافظة لانبار اي اي بس بس هذا لا يعني انا بس مطلعت 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 باجابة على سؤال السيد طارق هل المحكمة الاتحادية تدعو بطريقة غير مباشرة الى اعادة او تحديد موعد قريب لانتخابات مجالس المحافظات لانه غيابها عن السلطة غير دستوري يجب هذا تمام دكتور يجب هذا شيء دستوري بدون دعاء بدون امر بدون توصية بدون قرار حكم يجب ان نعيد من جسل المحافظة لكن نعيده بالصلاحيات المقررة دستورية ما نضي صلاحيات اكثر مما هو مقررة دستورية الجماعة يستورون من جسل المحافظة يستورون كل شيء لا مركزية عن صلاحة من جسل المحافظة ما يدرون ان هناك محافظ وان المحافظ وصفت دستور وصف عظيم المسؤول التنفيذي المباشر على المحافظة شوف شوف هالنفص نفس التعبير الوارد للرئيس الامريكي استاذ طارق استاذ طارق سؤال عفوا المحافظ لما يشتغل ويشرع ويدز قوانين ويراقب ويضع موازنات من يراقبه من يراقب مخالقات اذا تكب مخالق سيدي اكو نزاهة يخب لا عليش عندنا مجلس نواب لا عليش عندنا مجلس نواب يراقب عمل رئيس الوزراء استاذ طارق اخوه بكو هيئة نزاهة وقضى اخ بس رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات لان مناصبهم عليا لان اعلى شيء من الدولة يا سيدي الكريم رجاء المحافظ خاضع لرقابة الدولة بغداد شوف لو لا حضرتك هذا الفرق بيه دولك ماكو اعلى منهم هنا المحافظ بغياد سيدي سيطار قرار قرار نحكم الاتحادية واضح بغياد بانهاء بانتهاء عمل مجالس المحافظات وتحويل المحافظ الى تصريف الاعمال يصبح مراقب من قبل مجلس الوزراء ورقابة المجلس النواب هذا الموضوع بوجود مجالس المحافظات كل هذه الصلاحيات حصرية دستورية لمجالس المحافظات يا سيدي على قولتك هو هذا الموضوع يا اخي جين انا استطارق بالسؤال ايهما افضل ان يراقب مجالس المحافظات راقب المحافظ لو مجلس النواب راقب المحافظ من وجهة نظرك ايهما اجود اكثر كفاءة اكثر اكثر حرصا على المتابعة سيدي بارك الرابي انا اتحك انا اتكلم دستور ما اتكلم ايهما افضل الدستور ما انطاهم السلطة انطيع عدل الدستور وانطيهم السلطة ادي لك نحية عدل الدستور وانطيهم سلطة انتخاب رجبهورية اقول لك نعم لكن دستور ما انطاهم هالصلاحية انطاهم صلاحية وانحنا شون اقدر خالف الدستور هذا الاساس بي استاذ طارق حرب عدل الدستور عفوا استاذ استاذ طاه عبدالغني عدل الدستور حتى نطلع من هذي من هذي الازمة اقول لك شغلة دكتور زيد والله العظيم سيد طارق بالموال بالموال قسم بالله شوف احنا هسا مطعن مطعن والله لو احنا موكلين بالقضية مالتنا واللي اختلفنا بس لا والله هذا طعن والله هذا طعن مو صحي استاذ طاه عموما عموما قصد شانا معاوة ربنا نوكل قسم بالله شان هذا غير كلام ما عندي مشكلة شوف احنا الكلمة الاتحادية العليا اللي نفق بها جدا ونفق بنزاهة وعدالة القضاء هو ما تبقى من مقووات الدولة الحقيقية نفق جدا بقراره ما عندنا مشكلة المجلس قرار المحكمة التحادية العليا كان واضح جدا قال قال انه رقابة الان يعني بانهاء عمل مجالس المحافظات وتحويل وتحويل المحافظين الى تصريف الاعمال قال انه من يراقب من يراقب المحافظ من يراقب المحافظ من يشرف المجلس المشكية وشكلة تصريح العضاء هي المشكية هاي المشكلة ماكو غير المشكلة ايه فقط حتى تعرف المشكلة المشكلة هل هي دقتي تعرف تعرف سطاها سطاها المحكمة العليا ايدك في قرار مجلس النواب مجلس النواب انها عمل مجالس المحافظات ولم يلغي بالتالي رقابة مجلس النواب مجلس نواب رقابة اللي عطاها بالمادة ثلاثة من خانون سبعة واثرين لسنة الفين واثرين اللي انهى عمل مجالس المحافظات بموجبه واللي حدد بالقانون حدد على ان تجري انتخابات وليش انهى وحدد قال على ان تجري انتخابات في واحد اربعة الفين وعشرين يعني نفس القانون قانون سبعة وعشرين قانون سبعة وعشرين ايش قال قال ينتهي عمل مجالس المحافظات من يوم التصويت عليه اللي هو يبستة وعشرين داعش على ان تجري انتخابات مجالس المحافظات في 1-4-2003 وبالتالي ما أجريت هنا الموضوع لذلك سيد الفابل أنا أقول أنه قرار المحكمة المحكمة كحالية العليا المؤقر نص على دستورية مجالس المحافظات ومو من حق أي جهة الغية وبالتالي هذا ضمنا يكون الأولى أن تكون انتخابات مجالس المحافظات قبل أن تكون انتخابات مجالس النواب ليش لأنه لا زال عندنا وقت في الوقت متسع لانتخابات مجلس النواب لكنه ليس لدينا الآن وقت بغياب مؤسسة دستورية اسمها مجالس المحافظات فبالتالي إن كان الموضوع اللي يجري عليه الآن موضوع تثريف الأعمال موضوع آني فباعتقده راح يشكل عليه إشكالات كبيرة بموضوع تثريف الأعمال بغياب مجالس المحافظات حتى وإن كان مجلس النواب يراقب آنيا أو مجلس الوزراء يراقب آنيا فالأصل هو لمجالس الحافظات هذا الحق وهذه صلاحية دستورية منح الدستور بإنشاء قانون أو بإقرار قانون ينظم عمل مجالس المحافظات وبالتالي أقر هذا القانون ينظم عمل مجالس المحافظات الحكومات المحلية واللي أرجع وأقول دستوريا الدستور سكت عن أكثر من 68 موضوع مهم وينظم ذلك بقانون وحدة من الحكومات المحلية فبالتالي قانون المحافظات غير المتظمرة بإقرار رقم 21 سنة 2008 المعدل هذا هو اللي ينظم عمل الحكومات المحلية وبالتالي هو الحكم والفيصل بهذا الموضوع دستوريا فقط المادة 56 من الدستور نصت على مدة عمل مجلس النواب أربع سنوات تقومية تبدأ أول جلسة سكت عن مجالس المحافظات لكن من اللي قال مدة مجالس المحافظات أربع سنوات واللي اعتمدتها المحكمة التحادية العليا الموقرة بقرار هايوم أمس اعتمدت على أساس القانون بالمادة أربعة وخمسة قانون 18 سنة ألفين قانون 12 سنة ألفين وثمتعش المعدل قال بالمادة أربعة والمادة خمسة قال أنه مدة عمل مجالس المحافظات أربع سنوات تقومية تبدأ بأول جلسة جاوب التعديل الثاني قال بالمادة أربعة وطعش اللي نسفة المادة أربعة والمادة خمسة وشيالت قالت أنه يستمر عمل مجالس المحافظات العقلي والنواحي لحين المصادق على انتخاب مجالس محافظات جديدة طبعا نتيجة الظرف معين والمفوضية ومجلس الوزراء اعتذره عن إقامة الانتخابات في وقتها فضطر مجلس النواب الموقع قال أن يمدد المحكمة قالت لا الأصل أن يرجعون على المادة أربعة وخمسة إذن هي هي مادة قانونية مو دستورية اللي اعتمدتها وأنها تعمل مجالس المحافظات في هذه الدورة على شرط طبعا نعم المحكمة التحادية العليا باختصار ولكن هو الموضوع دستوري قطع غياب مؤسسة دستورية يعني غياب ركض مهم لما كان الدولة العراقية على المحكمة التحادية إذن انتخابات مجالس المحافظات وعودتها أولى من انتخاب مجالس المحافظات النواب على اكبر اللازل في وقت متزع لانتخابات النواب نعم أستاذ نزار السلطان الآن أنا اللي أفهم حقيقة من البيانة اللي صدر عن المحكمة الاتحادية تعتقد بأن غياب مجالس المحافظات عن المشهد مو شرعي تعليق عملها بهذه الطريقة لهذه السنوات مو صحيح مخالف للدستور ومخالف لمنهجية اللامركزية الحاكمة للسلطة في العراق فهل هي تطالب بطريقة غير مباشرة أن تستعجل المؤسسات الحكومية بأن تحدد موعد لمجالس المحافظات فمتى تعتقد سيكون أنا أعتقد قرار المحكمة الاتحادية هو انتصار للشرعية الدستورية بالعراق وأنا أثني وأؤيد قد يكون يعني بعضنا أكترامي رجعت أستاذ نزار رجعت للسؤال الأول اللي أنا قلت أنه انتصر رجعت استبدأ في نفس المصطلح أكو أكو بعض الأسف يعني أستاذ طاه من الأخوة اللي تابع هذا الموضوع بشكل يعني جريء جدا وبالنتيجة من صدر القرار أول إنسان تفاعل مع القرار وخلص انتهي الموضوع لأنه إحنا مدام عدنا محكمة الاتحادية بهذا المستوى من الإحاطة بالدستور العراقي كون كنا ننصاع إلى قراراته وهي بعد خلص لا يكون على سلطة من العدد ولا يكون على سلطة من البرلمان العراقي حتى لو كان في بعض طيات التشريعات ما تأكد بعض الانحرافات وأقول اليوم إحنا مجالس المحافظات مؤسسة دستورية المهمة قرار المحكمة الاتحادية يلزم البرلمان المشرع العراقي الإسراع في ملء هذا الفراغ لأنه مشاكل اللي رات تنجو من غياب مؤسسة أو المجلس المحافظة عن الوحدات الإدارية بمستوى محافظة وقضاء ونحية راح لاحقا تتكشف مشاكل يعني من الصعب معالجته يعني اليوم محافظة بغداد اليوم ما يقدر يقيل أي قائم مقام وقائم مقام اليوم ما يقدر يقيل أي مدير محياة هذه المستوىات يعني منتخبة سياسية بالنتيجة مسؤولة عنها جالس مجلس ناحية ومجلس قضاء ومجلس محافظة بالنتيجة أنت اليوم من وعند صلاحية إذا أحد لقى مقامين ينحرف على المسارة وتسبب بهذه المال عام أن يقيل ويحين يعني هذه القضايا أنا أعتقد هذه وحدة طبعا من المشاكل وهناك مشاكل كثيرة إدارية وقانونية تستوجب وتضع المشرح يعني أمام مسؤولية كبيرة بضرورة الاستعجال بتحديد موعد الانتخابات المجالس المحالية من مجلس المحافظة إلى مجالس النواحي إن شاء الله مجلس النواحي يكون قادر على إتمام هذه المهمة تعتقد يعني بإيقاف العمل أستاذ أستاذ طارق حرب كان يعني حسب ما يقال أو تسريح أعضاء مجالس المحافظات كان بقرار سياسي يعني له غايات سياسية في إدارة مرحلة معقدة للغاية فهل تعتقد بأن مجلس النواب سيعمد إلى تشريع يعني أو تحديد عفوا موعد يتعلق بإجراء انتخابات مجالس المحافظة يعني الغايات السياسية والحمد لله نقرأت محكمة العليا أنهانا من مسألة أن أعضاء مجالس المحافظات في كل تلفزيون طالعين يومية قرار تسريحنا باطل لخالف الدستور لخالف القانون ويبدوها على هذا همزين الحمد لله أن هذه المسألة المسألة الثانية هذه شهادة لأنه لما نحس لما نحس أنه حقنا غوبين بمرحلة معينة وما ندافع عنا فهذا يعني أنه كنا متكاسرين بالدفاع عن حقوق فبالتالي حرصنا على إحقاق هذا مهم بالتالي وصلنا إلى قناعتنا المحكمة قادم ما انتهى سبعا هل سألتم قادمتوا من رأي بعد انتهى طبعا غاصبين علينا لأنه فساها انتهى موقنة هالمرحلة انتهى طبعا طبعا الآن انتهى الحمد لله بعد ما عن التسعيل بالتلفزيونات على تعال ضارق ليش رأيك انتهيت ليش نقول انت قرار مجلس نواب صحيح ليش نقول تسليح المجالس الأعظام المجالس المحافظات الوحي 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 قريب لمجالس المحافظات بعد اللي سمعنا من المحكمة الاتحادية يا سيدي هاي مسألة مجلس محافظة هيئة دستورية ما نختلف عليها كل شيء صار يا سيد الكريم ما لا علاقة بالهيئة الدستورية نعيد ونكرر يجب ان نفرق بين الاشخاص وبين الحياة الدستورية الناس عاطش عاطت الغوا مجالس ياابة قتلنا ياابة ما الغوا مجالس المحافظات الحد قبل عشر تيار ياابة سرحوا الأعضاء هناك فرق بين إلغاء مجلس المحافظة فمجلس المحافظة مستمر هل يا ترى يجي انتخابات بعد اسبوع بعد شهر بعد ستة شهر بعد سنة هاي مسألة يقررها البرلمان شوف لولا حذرتك لأن في قرار المحكمة الاتحادية العليا ما يشير إلى السلطة التشريعية لذلك قال لا تشريع لمجالس المحافظات شوف جنابك المهم يعني أناط الأمر وفق للدستور بمجلس مجلس نواب المؤقر هو يقرر شوف يا وقت يختار بسألة كما يقال خاضة على التقليل فقرار مجلس النواب بتسريح العظام دستوري وقرار مجلس النواب الجديد بتحديد موعد انتخابات دستوري أيضا شكرا جزيلا طارق حرب وشكرا جزيلا طاها عبدالغني وشكرا جزيلا نزار السلطان كنتم ضيوف هذه الحلقة من حوار التاسع نلتقي في مطلع الأسبوع القادم صلاة الله